موسيقى مساء الخير وسيلة مشاهدين أهلا بكم إلى الأخبار والموعد الثقافي لهذا الخميس العروض المسرحية متواصلة بالمسرح الوطني محيدين بشترزي وذلك في إطار المهرجان الوطني للمسرح المحترف في دورته الثانية عشر كما تتواصل الندوات الفكرية وكذا برنامج البيع بالتوقيع لمجموعة من الكتاب الجزائريين أما عن برنامج اليوم ستكونون على موعد مع المسرح الجهوي لسيدي بالعباس ومسرحية الحارس إخراج واقتباس عبار عز الدين أما غدا وعلى الساعة الثالثة بعد الظاهرة سيقدم لكم المسرح الجهوي لسعيدة مسرحية اللعبة إخراج ياسين بن عيسى ليختتم مسرح سكيكدا عروض يوم غد بمسرحية مبقات هدراء للمخرج محمد شرشال تختتم اليوم فعاليات الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة تحت شعار العين الذهبية الحدث السينمائي الذي عرف مشاركة 12 فيلما كان فرصة لتمرير أعمال الشباب ودعما قويا من خلال الأنشطة الثقافية العلمية والورشات التكوينية من تنظيم مخرجين وكتب سيناريو إلى وهران التي افتتحت الطبعة السابعة للصالون الوطني للفنون التشكيلية بمتحف الفن الحديث والمعاصر بمشاركة 80 رساما من مختلف ولايات الوطن لعرض أعمال فنية تلتقي ألوانها تحت شعار العيش معا في سلام التظاهرات جرت مراسيم افتتاحها بحضور مثقفين وفنانين ومحبي الفن التشكيلي بمختلف مدارسه نمر إلى أهم وعيدنا الثقافية البداية بوهران والفنان من الغربية التي ستقدم حفلا موسيقيا بمصرح عبدالقادر علولة بوهران يوم غد على الساعة السادسة مساء الفرقة الجزائرية تينا ريوان في جولة وطنية من الثالث إلى السابع من شهر جنفي بكل من الجزائر العاصمة قسنطينا ووهران أوركستر الشباب الجزائري في حفل يوم التاسع والعشرين والثلاثين أيضا من شهر ديسمبر بالعاصمة بقيادة المايسترو سليم عدى بقصر الثقافة مفدي زكريا بداية من الساعة الرابعة والنصف عصر نهاية موعدنا الثقافي لهذا الخميس أشكركم على المتابعة وأعود إلى وسيلة